ماذا يقصد بالسمارت آرت أو الرسومات التوضيحية في المايكروسوفت وورد؟ هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم لذا ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الثالث بعنوان إدراج الرسومات التوضيحية يمكن في المايكروسوفت وورد إضافة الأشكال والرسوم التوضيحية التي تسمى بالسمارت آرت وذلك من أجل عرض المعلومات بشكل أوضح داخل المستند فعلى سبيل المثال إذا أردت تقديم الإرشادات الصحية لزملائك في الصف والتي تتعلق بالعمل على جهاز الحاسب الآلي فيمكن إدراج رسومات توضيحية وإضافة عنوين لها والإدراج الرسوم التوضيحية منالك أكثر من طريقة ومنها أن نفتح برنامج المايكروسوفت وورد ومن ثم نذهب إلى شريط القوائم إدراج ثم ننقر على السمارت آرت أو الرسوم التوضيحية عندها ستظر لدينا هذه النافذة والتي تتضمن العديد من الرسومات التوضيحية فإذا أردت استعراضها كلها فبإمكاننا أن ننقر على الكل ومن ثم نقوم بالبحث عن الرسم التوضيحي الذي يناسبنا فإذا لم تكن متأكدا من اختيار الرسم التوضيحي المناسب فبإمكانك أن تنقر على الرسم ومن ثم تطلع على التفاصيل الخاصة بهذا الرسم فكل رسم من هذه الرسومات تتضمن وصفا يشرح في ماذا يمكن أن يستفاد من هذا الرسم لنختر على سبيل المثال قائمة مربعات عمودية ومن ثم ننقر على موافق ونلاحظ أن البرنامج قام بإدراج هذا الرسم التوضيحي من أجل أن نبدأ بإدخال النصوص بداخل هذا الشكل ونلاحظ بشكل افتراضي أن البرنامج قام بإضافة ثلاثة أشكال في هذا الرسم وبإمكانك أن تقوم بحذفها أو الإضافة عليها ويتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها النذب إلى شريط القوائم تصميم ثم من قسم إنشاء الرسم ننقر على إضافة شكل ونلاحظ أن نقام بإضافة شكل رابع إلى هذه المجموعة وبنفس الطريقة لو قمنا بالنقر عليها فسنلاحظ أنه يقوم بزيادة هذه الأشكال كما يمكنك أن تتحكم في أحجامها وأبعادها من خلال هذه النقاط التي تحيط بها وبإمكاننا إضافة عنوين لهذه الرسومات التوضيحية وذلك بأكثر من طريقة ومنها النذب إلى شريط القوائم إدراج ثم من مجموعة النص ننقر على مربع نص بعد ذلك نقوم بالنقر على رسم مربع نص ومن ثم نقوم برسمه هنا في أعلى هذه الصفحة ومن ثم نبدأ بالكتابة مثلا إرشادات أثناء العمل على جهاز الحاسب ومن ثم نقوم بتنسيق هذا النص كما تعلمنا على ذلك سابقا كأن نطبق الغامق عليه وكذلك زيادة حجمه وكذلك تغيير لونه مثلا بهذا اللون كما يمكن الوصول إلى هذه التنسيقات من خلال الصفحة الرئيسية وذلك في مجموعة الخط ولمحاذاة الفقرة نذهب إلى مجموعة الفقرة ثم ننقر على توسيط أو اختصارا من لوحة المفاتيح كونترول إي مثلا بهذا الشكل كما يمكننا أن نسق حدود مربع النص من خلال تحديدية أولا ثم نذهب إلى تبويب الصفحة الرئيسية ثم من مجموعة الفقرة ننقر على أدات الحدود وذلك من خلال النقر على هذا السامي المجاور ثم نذهب إلى حدود وتضليل بعد ذلك ننقر على هذا الحد العلوي وكذلك الحد السفلي ثم موافق ومن تبويب التنسيق نذهب إلى مجموعة الأنماط والأشكال ثم ننقر على السهم المجاور لأدات المخطط التفصيلي للشكل ثم ننقر على بلا مخطط تفصيلي وكذلك التعبية بنفس الطريقة ننقر على بلا تعبية فلو قمنا بسحب الإطار السفلي فسنلاحظ أنه تم إظهار الخط السفلي لهذا النص فلو نقرنا خارجا فسنلاحظ أنه تم اعتماد الخط العلوي والخط السفلي لمربع النص بهذا الشكل إذن يتبقى علينا أن نقوم بإضافة النصوص بداخل الرسومات التوضيحية وبإمكاننا أن نتحكم في أبعاده من خلال سحبه من هذه النقاط ومن ثم نقوم بإكمال إدخال النصوص ولتحرير النصوص في هذه الرسومات ننقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على تحرير النص عندها سيظهر المؤشر في حالة وميض وذلك استعدادا لإدخال النصوص من لوحة المفاتيح ولمحاذاة النص إلى الجهة اليمنى نقوم بتحديد النص في هذا المربع ثم من تبويب الصفحة الرئيسية نذهب إلى مجموعة الفقرة ثم ننقر على محاذاة إلى الجهة اليمنى أو اختصارا من لوحة المفاتيح كنترول R وبإمكاننا نقوم بتحديد جميع الرسومات التوضيحية ثم ننقر على محاذاة لليمين فسيتم محاذاة جميع النصوص في هذه الرسومات ولكم الحرية في إدخال هذه النصوص وتنسيقها بالطريقة التي تناسبكم تنسيق الرسوم التوضيحية يمكنك تنسيق الرسم التوضيحي وذلك بتغيير اللون أو الشكل ويتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها أن نقوم بتحديد هذه الرسوم التوضيحية أو من خلال نقر على الإطار الخارجي الذي يحيط بجميع هذه الرسومات ثم نذهب إلى تبويب التصميم ومن مجموعة أنماط الـ SmartArt والرسوم التوضيحية ننقر على تغيير الألوان ومن ثم نقوم باختيار أي لون من هذه الألوان وبإمكانك أن تقوم بتغييرها بطريقة أخرى ويتم ذلك بعد تحديد هذه الأشكال الداخلية ثم نذهب إلى تبويب التنسيق ومن مجموعة أنماط الأشكال ننقر على تعبيئة الشكل لنختر على سبيل المثال هذا اللون ولكم الحرية في تنسيق هذه الرسومات بحسب ما يناسبكم وهكذا أنواع الرسوم التوضيحية يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الرسوم التوضيحية وذلك وفقا لما تريد تقديمه حيث أن لكل نوع من الرسوم التوضيحية معنا وكذلك استخدام خاص به ولتوضيح ذلك يمكنك الاطلاع على هذا الجدول مثال تطبيقي يمكنك استخدام رسما توضيحيا من نوع العلاقة وبالتحديد الرسم الذي يسمى موازنة وذلك لمقارنة التأثيرات الإيجابية والسلبية للتقنية إذن بنفس الطريقة نضع المؤشر هنا في هذه الصفحة ثم نذهب إلى شريط القوائم إدراج ثم من مجموعات الرسومات التوضيحية ننقر على السمارت آرت أو الرسم التوضيحي بعد ذلك ستظر لدينا هذه النافذة ننقر منها على علاقة ومن ثم ننقر على الرسم الذي يسمى موازنة ثم بعد ذلك ننقر على موافق ونلاحظ أن البرنامج قام بإضافة هذه الرسومات بهذا الشكل يتبقى علينا أن نقوم بإدخال النصوص بداخل هذه الرسومات التوضيحية إذن سنضع المؤشر هنا ومن ثم نبدأ بالكتابة مثلا التأثيرات الإيجابية لاستخدام التقنية وهذا ستكون التأثيرات السلبية ومن ثم نقوم بإدخال النصوص الأخرى ومن ثم نضع عنوانا مناسبا لهذا الرسم التوضيحي إذن سنذهب إلى تويب الإدراج ثم من مجموعة الناس ننقر على مربع نص بعد ذلك ننقر على رسم مربع الناس ثم نقوم برسمه هنا في أعلى هذا الرسم ومن ثم نبدأ بالكتابة مثلا تأثيرات التقنية ومن ثم نقوم بتنسيقه بنفس الطريقة التي تعلمنا إذن سنحدد هذا النص ثم نذهب إلى تويب الصفحة الرئيسية ثم من مجموعة الخط نقوم بزيادة حجمه وكذلك الغامق وتغيير لونه مثلا إلى هذا اللون وكذلك نضع التصطير بأسفل هذا العنوان كما يمكنك أن تقوم بتغيير نمط الخط بحسب ما يناسبك مثلا هذا النمط ومن مجموعة الفقرة ننقر على توسيط بهذا الشكل بعد ذلك نقوم بتحديد جميع هذه الرسومات التوضيحية من خلال النقر على هذا الإطار الخارجي وبانفئة التصميم ننقر على تغيير الألوان ومن ثم نقوم باختيار أي لون من هذه الألوان مثلا هذا اللون يتبقى علينا أن نقوم بإزالة الحدود الخارجية لمربع النص السابق إذا نقوم بتحديده ثم نذهب إلى تبويب التنسيق ثم من مجموعة أنماط الأشكال ننقر على السام المجاور للمخطط التفصيلي للشكل ثم نقوم باختيار بلا مخطط تفصيلي وإذا أردت أن تقوم بإلغاء التعبئة أيضا فبإمكانك أن تنقر على السام المجاور ثم تنقر على بلا تعبئة ولكم الحرية في اختيار الرسومات التوضيحية التي تناسبكم ومن ثم كتابة النصوص بداخل هذه الرسوم وتغيير تنسيقاتها بالطريقة التي تناسبكم وهكذا لنطبق معا التدريب الأول صل بين استخدام الرسم التوضيحي لسمارت آرت وشكله الصحيح أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثاني اختر نوع الرسم التوضيحي الذي ستستخدمه بوضع علامة صح في المربع المناسب له أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثالث أدخل رسما توضيحيا مناسبا في المايكروسوفت وورد لتمثيل خطوات تصميم المجلة فما نوع الرسم الذي ستختاره ولماذا ثم أنشأ مستندا جديدا في المايكروسوفت وورد ثم أدرج السمارت آرت لوصف شجارات عائلتك ما نوع الرسم الذي ستختاره هذه المرة ولماذا إذن أولا سنقوم بفتح برنامج الورد ثم نذهب إلى شريط القوائم إدراج ثم ننقر على السمارت آرت بعد ذلك نقوم باختيار المخطط الدائري ومن ثم اختيار أي رسم من هذه الرسوم بعد ذلك سيظهر لدينا بهذا الشكل بعد ذلك سنقوم بإضافة عنوان لهذا الرسم مثلا على سبيل المثال خطوات إنشاء مجلة إلكترونية ومن ثم نقوم بوضع المؤشر هنا من أجل البدء بالكتابة وبإمكاننا أن نقوم بإضافة شكل جديد من خلال النقر على هذا الشكل ثم الذاب إلى شريط القوائم تصميم ثم ننقر على إضافة جديد بعد ذلك سيظهر لدينا شكلا جديدا بهذا الشكل وإضافة نص ننقر على بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على تحرير النص ومن ثم نبدأ بالكتابة وبنفس الطريقة ننقر بزر الفارة الأيمن على هذا الشكل ثم ننقر على تحرير النص ومن ثم نبدأ بالكتابة بعد ذلك نقوم بتنسيق هذا الرسم من خلال النقر على تغيير الألوان من مجموعة أنماط الـ SmartArt بهذا الشكل ولكم الحرية في تنسيق هذه الرسوم بالطريقة التي تناسبكم وهكذا وبنفس الطريقة يمكننا أن نقوم بإضافة رسم توضيحي من خلال النقر على شريط القوائم إدراج ثم ننقر على الـ SmartArt ثم نقوم باختيار النمط الهيكلي أو الشجري ومن ثم نقوم باختيار هذا الرسم على سبيل المثال ومن ثم نقوم بإضافة عنوان الله بنفس الطريقة التي تعلمناها مثلا شجرة العائلة ومن ثم نضع المؤشر هنا من أجل البدء بالكتابة بداخل هذا الرسم مثلا الأب والابن والحفيد بهذا الشكل ومن ثم نقوم بتنسيق هذا الرسم من خلال النقر على شريط القوائم تصميم ثم ننقر على تغيير الألوان ومن ثم نقوم باختيار اللون الذي يناسبنا مثلا هذا اللون ولكم الحرية في إدراج هذه الرسوم وتنسيقها بالطريقة التي تناسبكم وهكذا التدريب الرابع الهرم الغذائي هو تمثيل مرئي لكيفية مساهمة الأطعمة والمشروبات المختلفة في اتباه نظام غذائي صحي متوازن لذا توجب عليك أن تقوم بإدراج شكلا من اختيارك في أعلى الصفحة ثم أضف النص بداخل الشكل لعرض موضوعك فعلى سبيل المثال الهرم الغذائي ثم طبق نمط من اختيارك للشكل الذي أدرجته ثم أدرج النوع المناسب من الرسوم التوضيحية لبناء الهرم الغذائي ثم خصص الرسم الذي أدرجته من خلال تغيير لونه وفي نهاية المطاف قم بحفظ هذا المستند إذن أولا سنقوم بفتح مستند جديد ثم نذهب إلى تويب إدراج ثم من مجموعة الرسومات التوضيحية ننقر على سمارت آرت أو الرسم التوضيحي بعد ذلك ستظهر لدينا هذه النافذة ننقر منها على هرمي ومن ثم نقوم باختيار الهرم الذي يناسبنا مثلا الهرم الأساسي ثم موافق ونلاحظ أنه قام بإضافة ثلاثة تقسيمات بإمكانك أن تقوم بزيادتها بحسب ما يناسبك وذلك من خلال تحديد أسفل الهرم ثم ننقر على إضافة شكل ونلاحظ أنه تم إضافة الجزء الرابع هنا في أسفل الهرم يتبقى علينا أن نقوم بإدخال النصوص إذن نضع المؤشر هنا ونبدأ بالكتابة ومن ثم نقوم بتغيير ألوانها بحسب ما يناسبنا وذلك بعد تحديد هذا الرسم التوضيحي ثم نذهب إلى تويب التصميم ومن مجموحة أنماط السمارت آرت ننقر على تغيير الألوان ومن ثم نقوم باختيار اللون الذي يناسبنا مثلاً ألوان التمييز بهذا الشكل وإذا أردنا أن نقوم بتغيير مكان هذا الهرم فإنه لا يتحرك معنا ولحل هذه المشكلة يجب أن نقوم بتغيير نمط التخطيط مثلاً أمام النص ثم ننقر على الحافة وبإمكاننا أن نتحكم في مكان هذا الهرم بهذا الشكل ومن ثم نقوم بإضافة العنوان لهذا الهرم مثلاً الهرم الغذائي ويتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها النذب لتوي بإدراج ثم من مجموعة النص ننكر على مربع نص ثم نقوم باختيار رسم مربع النص ومن ثم نقوم برسم المربع هنا في هذا المكان بعد ذلك نبدأ بالكتابة مثلا الهرم الغذائي ومن ثم ننسق بنفس الطريقة التي تعلمناها مثلا بهذا الشكل ولكم الحرية في اختيار الرسم التوضيحي وإدخال النصوص وتنسيق الألوان والأشكال بحسب ما يناسبكم إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا والله أعلم وصلي الله أمه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين